موسيقى انزل عبدالجليل رايح نفسك ورا اي صخرة ولا اي مصيبة وانا يعني اللي حامل فيها او اما انا هنزل افوك يا باشا اه مفوك ولا محصول احسن افرص وانزل ننزل عن اذنك حسام اصلا محصول لا انت برحتك يا باشا في مكان ليه يا رجالة موتا يا باشا انا اعزار تماما اتباع مش اعزار حسيني انظر المشعة بس بصراحة كده كنت مخصوفة لا ليه عادي مانا كنت نايمة في كفل يعني المكان اللي كلنا حال نسائل فيه يعني بعد عمر طويل ان شاء الله ليه بتقول كده هو الموت وحش بالعكس يا حسامي يا بغت اللي ماته عارف أحلى حاجة في الموت هي يا حسامي لا الحقيقة مش عارف انه يكون ليه معنا ويكون اللي مات قده رسالته اه طب حصل خير يا اندار انا اساسا ما كنتش عايز اسروا انت بغذر معاك يا ايوه ابو حسين احنا عدنا تلت الطريق تقريبا بعد شوية هنبقى في نقطة التفتيش اللبنانية هكلمك من هناك متشاكرا ابو حسين سمحتا ناجي باشا التليفون ده ممكن نكلم مصر لا مش عارف الحقيقة طب معلش شونا بي اصلي ممكن كده كلام ماما نفس اسمع صوتها فوقت كلمة ما تقول لها شيحنا فين اشانا مش شيخ برضو كده برضو يا زاهر طول المدة دي يا ابني ما تطمنيش عليك انت فين يا ابني انا كويس يا ماما كويس اول الله العظيم لا 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 ما تقلقش عليها خالص انا يا ابني ما بنامش والله ما بنام او هتكون بتعمل حاجة غلط يا زاهر والله العظيم ما عملت اي حاجة تغضبك يا ماما احنا في شرم الشيخ اه في شرم الشيخ كلها يومين تلاتة ورجع على طول ان شاء الله الطميني الطميني يا ستة الحباب الديني كريم بقى اكلمه ايه كريم كريم ايوه ايوه يا كريم ازاك يا حبيبي عامل ايه اسمع يا هادة عايزك تخلي بالك من ماما كويس قوي بقولك ايه انا عايزك تحلم تحلم باي حاجة وانا حقق اهالك اه يلا لا اله الا الله لا اله الا الله متشكر اوي ناجبيه انا كان قلبي بيكوند عليهم قوي بس اول ما سمعت صوتهم روح ردت فيه بقولك يا كبير انا مؤخذة يعني ما الزهر بس اللي امو حرنانا عليه واحنا امهاتنا برضو قلبيه بيهف علينا ولا احنا اعني ولاد البطة الدايخة وانا ما يغرقش يا كبير ان انا عفياجي كده انا 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 من جوا بسكوتها بسكوتها يا كبير وبفكر فمي ليل النهار هتكلمة فين؟ دا عادة في الشارع لا يا كبير انا انا اتكمرتلها هنمرأ على عيدها كده عشان ابقى تطمن عليها انت ليه يا رأيته لا لا يا كبير مابعتوش وانها بقى كبير اسلم عليها بس يا كبير عشان خاطر يا كبير اسلم عليها خد ربنا ابرك لنا فيك يا كبير استغذينك بس اطلع عن نمرأ ايدي يا كبير ايدي اتبان عليها يا كبير مش متاح ولا ولا غير مغلق ايدي يا كبير يا حمار لازم تطب الاول الكود بتاع مصر اللي وزير وزيرو اثنين ايوا يا حاجة ازاك يا حاجة اما انت ولا قليلت الادب صحيح تبتشمي ليه مسحفية كبير بوليها شرشوحة مع لش يا كبير مع لش هم غشمة شوية ايلو ايوا يام ايوا يامر غوالي انا حبد الجليل اما انت ولا قليلت الادب صحيح adrenal gastaría__ا جرة يا أمه في إيه؟ انا عبجنين ابنك يا أمه ابنك عبجلين أنت بلغت عني يا أمه،进ه اسرائيل؟ أنا لبس نبس Justin Yimaut م 앞에 شاجة بالحاجات دي خالص يا أمه الله وبعدين يا أمه هو فيه جاسوس فيه جاسوس بيلبس نبس عسكري لا يا أمه، خالص لم يности الحاجات دي إيه؟ يا أمه، إفهميني بس عملوا فينا إيه يا already طب ايه رأيك بقى يما احنا علمنا عليهم اه وشرطناهم من تحت الفوق اه يما شرم شرم احنا كنا شرم شرم احنا كنا في شرم يما اه وتلاقي بس اللي في اسرائيل ده واحد شائق ولا حاجة والنبي يما والنبي عايزك تجيب جلبية الحج اللي احنا قلنا عليها ها والنعمة يما لحججك والنعمة لحججك ها وعايزك يما تفرش الملاية في الحارة وتقف عليها بقعوبك وتقولي اي حد خد مني حاجة هارضها له طاع عاشرة يلا يا أمو الغواني مع السلام يا حبيبة يا حبيبة سكر يا بيب شكر لو سمحت لي يا ناجي باشا دقيقة واحدة بس على ساعتك ايه هتكلم أمك كمان يا شيخ حسن لا دي مكلمة الوجه الله الشيخ عبدالله اللي مسك مكاني في المسجد هو سنتران خط حالو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازاك يا شيخ عبدالله لا يا راجل هذا كذب وافتراء وبهتال اعلام ايه يا راجل هاو حد يصدق الاعلام ده اعلام كازل بقولك ايه انا راجع كمان يوم ولا اتنين بالكتير سجاجي دي المسجد كلها هتتغير اول عن اخر والمنصة والمأزنة حيدنوا من جديد واعوزكوا تتفوضوا لحدة الارض اللي جر المسجد دي ايو عشان نعمل توسعات ربنا يوسع عليكم علينا ايو سلام عليكم مع السلام سلام ورحمة الله ربنا يخليك ليلة ما يخرب بيوتكم التلفون قطعت شحن انت معكش شحن عربية بشا شحن ايه في الهو اللي احنا فيه ده خلاص كلها نوسع ونوسع يلا كلها على عربية باشا هو انا ممكن ااخد نصيبي في سوريا ما فيش حد عياخد دولار واحد كله عياخد فلوس في مصر مش معنى يعني عايز اخد فلوسك في السوريا انا بقول يعني الواحد يقضله يومين استجمام بعد العذاب اللي شفنا ده يا باشا انت يا ابني فاكر اللي عملية خلصت طول ما احنا برا مصر فاعنا معددين في اي لحظة ما فيش امان غير في مصر عمار يا مصر عمار يا بلد الامن والامان والله انت عارف يا باشا بلدنا دي يا مقاسد ربنا نخليك لينا يا بلد بس ايه كان لها شمخة في الحرب وشمخة اكبر في السلام اخوة الوضع بتجليل ايه الحلوة اللي انت فيه ايه الوعي السياسي اللي جالك ده بل اما لي يا باشا لا اصلا انا كنت منظم لماغزة وقفات احتجاجية ومعتصمات اه وكنتش مظهرات يعني اي نعم ثلاث تربع الهتفات اللي الكتل عالب بتقولها ديت ما كنتش فهم منها حاجة بس كنت حسس انه جواهم حاجة كويسة بس يسيبك من ده كله يا باشا انت هارف بعد اللي احنا شوفنا ده كله مايكيش لحظة واحدة قدام عربية فول وفحل بصل وقرنفلفل اخضر اوه جرنفلفل اخضر حرار ايوه ايه جريتري ايه عمد تجليل منك لله ايه 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 ايه